انقسم مؤيد تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي إلى قسمين قسم يطلب من زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي لاشتراط على الحكومة الأردنية لإفراج عن المعتقلة العراقية ساجد الريشاوي مقابل إطلاق صراح الطيار معاذ الكساسبة الذي وقع أسيرا بأيدي مسلحي التنظيم وقسم آخر يطالب بإعدامه ذبحا يذكر أن الريشاوي تقضي عامها العاشرة في السجن مع احتمال تنفيذ حكم الإعدام شنقا الصادر بحقها في أي وقت وكانت الأجهزة الأمنية الأردنية ألقت القبض على ساجد الريشاوي في نوفمبر عام 2005 إثر فشالها في تفجير نفسها برفقة زوجها في العاصمة عمان في الحادثة الشهيرة التي راح ضحيتها عشرات المواطنين والأجانب مصدر في الطيار السلفي الجهادي الأردني أفاد بأنهم ينتظرون بيانة تنظيم داعش لمعرفة نواياه وتوجهاته تجاه الطيار وأشار إلى أنه جاهز للتوسط من أجل الإفراج عن الطيار معاذ الكساسبة في حال أبدى تنظيم داعش موفقته على الدخول في مفاوضات مع الحكومة الأردنية وفي حال رأى تنظيم داعش أن له مصلحة في الدخول في مفاوضات مع الحكومة الأردنية لمبادلة معتقلين له في السجون الأردنية فأن الطيار السلفي سيفعل ذلك التيار ذكر بمعاملية تبادل معتقل أبو أنس الليبي أحد أعضاء جماعة أنصار الشريعة بالسفير الأردني في ليبيا فواز العيطان عندما جرى اختطافه بداية العام الحالي ترجمة نانسي قنقر